المشكلة في التليفون المشكلة في طريقة الاستعمال المشكلة في التليفون على أن يدخل منه الفلوس ويجعله مصدر أن يخرج فيه الفلوس المشكلة في هذا المشكلة أغلب الناس يتهموا أن التليفون يضيع لك الوقت ويعلمك التفاهية المشكلة في التليفون ويخدم به ويجعله مصدر الدخل يجب أن تعرف أن أي شيء تستهلك في هذا هي التي تخرجها إذا استهلكت التفاهية إذا استهلكت معلومات مفيدة ستخرج معلومات مفيدة لا يمكن أن نهاية أنك مراقب تيك توك وإنستغرام ومراقب الفيديوهات التي لا يحتوي على حالة نهاية ويجب أن تكون إنسان ناجح ويجب أن تكون إنسان وصل مستويات كبيرة ولا إنسان الذي لا يحق ناجح في حياتك لا يمكن أن نهاية فنحن الذي تحكمه في التليفون ليس التليفون الذي يتحكم فيك العيب ليس في التليفون في طريقة استعمالك وفي طريقة المدة التي تشد فيها التليفون هذا يجب أن تكون لديه وقت مقنن ولا تسنى الناس الذين يقنون لك الوقت لا تسنى الناس يقول لا تسنى الناس يتحكم فيه أما لك أنت خدام به فالوقت الذي يتحكم فيه فأنت تجعله مصدر دخل لك فكما قلت لك التليفون ليس عيب في التليفون وليس عيب في مواقع التواصل الاجتماعي وإنما العيب في طريقة استعمالك سواء المواقع التواصل الاجتماعي سواء التليفون لك فارد بالك لأن أي حاجة تستهلكها هي التي ستخرجها